أهلاً صباح الخير مولودة صباح الخير مشاهدين أجواء حارة لنهار اليوم طيلة نهار اليوم السبت درجة حارة جد قياسية تشتاح أقول خاصة المناطق الغربية والوسطى وبعض من المناطق الساحلية الشرقية للبلاد ويرتقب إن شاء الله مشاهدين استمرار موجة الحار إلى غاية يوم غد الأحد كذلك وبحول الله مع دخول الاضطراب الجوي إن شاء الله بداية من مساء يوم الأحد ستنخفض درجات الحرارة على أغلب المناطق الشمالية وهذا خاصة مع ظاهرة يوم الاثنين بحول الله شوفوا التفاصيل والبداية بالنشرية الخاصة التي أصدرتها مصالح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلالها على تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتراوح ما بين 43 و45 درجة مئوية تحت ظل وهذا طيلة نهار اليوم السبت إن شاء الله الولايات المعنية كل من ولاية لمسانا عن تيموشنت وهران مستغانم تيبازا البوليدا الجزائر العاصمة بومر داستي دبل عباس مع سكر غيليزان شلف عن دفلال بويرا وكذلك ولاية تيزي وزو بالإضافة إلى ذلك مشاهدة هناك تنبيه من الدرجة الأولى كذلك فيما يخص تسجيل درجات حرارة قصوة وفيما يخص التنبيه انتبعوا مع بعض التنبيه الذي أصدرته مصالح الأرصاد الجوية صباحة اليوم وهو تسجيل تقص حار على أغلب سواحل الشرقية كل من سواحل سكيكدا عن نبا والطرف وهذا طيلة نهار اليوم السبت إن شاء الله نمر إلى الكتل الهوي ودرجات الحرارة إن شاء الله المرتقبة بداية من يوم غاد الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء بحول الله بالنسبة لظاهرة يوم غدا ننحظ الأجواء الحرام مستمرة عبر مختلف المناطق الشمالية للبلاد راح تكون بحول الله ما بين 35 إلى غاية 45 درجة عبر مختلف المناطق الشمالية إن شاء الله فيما يخص المناطق الجنوبية راح تكون يوم غاد كذلك الأجواء حرام ما بين 40 إلى غاية 46 درجة أما عن يوم الاثنين وحتى يوم ثلاثة بحول الله والحمد لله كما نلاحظوا في الصورة درجة حرارة نوعا ما ستكون منخفضة تكون إن شاء الله ما بين حوالي 30 إلى غاية 34 درجة بأغلب المناطق الشمالية للبلاد مشاهدين فيما يخص فترة الصباحة وحتى الفترة الليلية بداية من يوم الاثنين إلى غاية يوم ثلاثة بحول الله راح تكون درجة الحرارة الدنيا جد منخفضة راح تروح بحول الله ما بين حوالي أقول 10 درجات فقط مرتقبة عبر كل من ولاية باتنا ميلا خنشرق سنطينة سطيف برج باريج تيارة الجلفة حتى على سعيدة يعني درجة حرارة جد منخفضة على المناطق الداخلية بالنسبة للسواحل الوطنية راح تكون إن شاء الله ما بين 15 إلى غاية 20 درجة والجنوب الجزائي يتبقى دايما الأجواء نوعا ما حرى كذلك خلال الفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية لذلك راح نبقى دايما نزل جد من 30 إلى 35 درجة بالنسبة للملاحة البحرية بحول الله المرتقبة بداية من يوم غد الأحد إلى غاية يوم ثلاثة نحض بحر شديد الهياجان راح يمس خاصة يوم غد سواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية للبلاد رياح جد قوية تصل سرعة وتتعدى 60 كم في الساعة خاصة على السواحل الغسطى والشرقية كما نلاحظه في الصورة لذلك راح تكون سباحة ممنوعة وخاطرة لأن الرياح جد قوية وأمواج الأمواج إن شاء الله سيصل علوها إلى غاية الخمسة أمتار كما نلاحظه في الصورة خاصة يومي الاثنين وثلاثة المقبل بحول الله مشاهدنا أجواء حرة مستمرة بحول الله لنهار اليوم سبت حتى يوم غد الأحد مع مساء يوم الغد تنخف الدرجات الحرارة تدريجيا لنعيش أجواء منتعشة إن شاء الله ودرجة حرارة تلاطيفة خلال طيلة نهار يوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله بهذا مشاهدنا السليطة ورقة حوال التقس نعود الآن إلى مولود لاستكمال بقية الأخبار شكرا